شي نصيحة باش نقدر نحضره للجاوي مزيان فضل رمضان صراحة عطيت بزاف دي الأمور من قبل ولكن وخاككتي بقي تعاود السؤال فالإخوان اللي تسمعوا الجاوب كتر من مران أستسمحوا لكرا السؤال لكي التعاود ولكن كي التعاود بطريق مختلفة ومزيان نذكره فذكر إن الدكرة تنفع المؤمنين فبالنسبة لرمضان بالنسبة لرمضان الناس اللي يعني قدن أنهم يراجعوا في الصباح أو اللي في العشية يعني من اللي يخرجون من يعني في الوقت عندما يكونوا صايمين يحاولوا يراجعوا غي ساعة أو لجوا السواع من بعد الفطار شحل مما درتي مزيان شحل مما درتي درتي تا خمسات السواع مزيان درتي ربعات السواع مزيان درتي ثلاثة تسويه مزيان وانا الاخوان كان نصحكم في البداية بدأ وغيب جو سويه ولا ساعة بحلقة ساعة جو سويه صافي شوية بشوية تتولي تطول بزعاف ركي الناس اللي كان عارفهم الحمدلله مشوا بهذا القادية ديال ديال عطيتهم الطريقة باش يبدأ وهي اللي كان عطيكم دابة هيك تبدأ شوية بشوية مشيك تجي تصدم دماغك خاصك تولفو على العادة الجديدة اللي هي القراية او للخدمة او للحفاظة او للفهمة فشوية بشوية تتطبتي تتطلع النيفو تتولي بنادم دابرة تقريبا تيراجع ستد سويه متواصل مشي متواصلة ولكن ساعة وتيمشي عشرة دقائق يرتاح ويرجع ساعة ومهم ويغادة طبيعة الحل ماشي ديما ولكن في الوقت اللي كيكون عنده خاوي بحل نهار السابد نهار الحد إلا كنت عنده شي عشية خاوية ولا إلا كنت عنده شي صباح خاوي اوكي فالإخوان بدأوا بشوية الناس لي الله بدأوا بدأوا بشوية بشتولفوا غي بشتولفوا ومن مرهب واحد السيمان عدوا زنيت الجسوية ثلاثة السوية انتم تطلعوا شوية بشوية اوكي اوه النسيان خوية زيجزاق الناس ليك يعاني ومن نسيان اوكي ماذا سؤال زمين صراحة عرض الجيهوي مفتوح دابا إلا عندك الجيهوي هذا العام او عندك باقي حر علمي وبغيتي توجد الجيهوي هذا العرض سنفعك بثاف فيه المواد بربعة الاجتماعيات التربية إسلامية العربية والفرنسية المواد الجيهوي كاملة في هذا العرض سنشرح الدروس كاملين في فيديوهات على طول السنة تستفد من شرح الدروس وشرح الروايات والمنهجيات كذلك سواء عندك سيزيام يعني ولا باقي علمي او عندك باقي حر علمي ستستفد من هذا العرض اللي حبي تسجل في العرض ديالنا يتواصل مع هذا الرقم على الواتساب ويجاوبك على طريقة تسجيل وكلش سنكون معاك على طول العام حتى النهار ديال الجيهوي الناس اللي كي يعاني ومن نسيان الحاجة اللي كتنساها ما كتكونش انت عندك علاقة بها ما كتكونش انتا عندك علاقة بها ما كتكونش انتا محطوط في ديك الوضعية فديما الاخوان اللي تكونوا كتحفظوا او اللي كتفهموا تخيلوا راسكم في وسط ذاك الدرس في وسطه بحلى ذاك الدرس وحد وحد المدينة وانتو موسطها هل تحفظ شي جغرافية السبراسك بحلى وسط ديك الجغرافية هنا فين غينفعكم الخيال لان الخيال كما خلا انشتاين الله يولي برحمة الله الخيال اهم المعرفة لان الخيال عنده الحدود يعني ما عندوش حدود نهائيا وتقدر تكابته بي بزاف ديال سبيدات بحلى تسبيدات ديال الجهوي تقدر تكابته انك ما عمرك تنسى شي درس ما اللي كتحط راسك فيه بحلى كتحط راسك واحد المواطن في ذاك او لو واحد واحد الكاراكتير في ذاك الوقت متلا تدوي على الحرب العالمية اللولا متلا تخير راسك انت واحد الكاراكتير اللي في ذاك الوقت سوى جندي سوى حاكم سوى مهم انتش نبغد نقول لكم ايت تخيل غي الخيال اللي غادي يعاونكم باش تحص براسك لي ما عندك علاقة بذاك الدرس اما الحاجة لي ما عندكمش علاقة بها ركا تنسى هادغيها والحاجة لي ما عندكمش علاقة بها وغا تحفظوها غايدو زل جيهوي وغا تنسوها غاكونوا هالين طبيعة الحال الناس اللي كحفظونا تنقول لهم مشي تنقول لهم ما تحفظوش وبالعكس مزيان الحفاظتها هي لان انت غاديدو زل جيهوي المهمة ديالك هي انك تجيب مزيان فيه وصف مشي بالضرورة انك تتعلق بهاد المادة ولا تتعلق بشي مادة معينة انيوي اوكي نشوفو ااا ما ننساوش كما قلت ليك خاص كدية ما تحدى الراسك وصل الوضعية ديال اي موضوع او لاي درس فين ما تكونك تراجع شي درس ولا كتحفظو حد درسك يعني في بلاست شي واحد فيه انت واحد الكاراكتير من ذاك الدرس اوكي اوكي